السلام عليكم طلاب رحب بكم الجديد بمحاضرة جديدة او المحاضرة الرابعة لمادة اللي طلبت المرحلة الرابعة بقسم هندسة الاتصالات في كلية العراق الجامعة وياكم التدريسي اكرم فارض طلاب مثل ما تعرفون هذه المحاضرة طبعا راح تكون كلش مفيدة لكم لسببين السبب الاول حتى تعرفكم بالنمر اللي اسئلة راح تجيبين بالامتحان خصوصا مثل ما تعرفون امتحانة راح تكون بنظام الامتحان الالكتروني ونظام الامسكيو غالبا ما تجي الاسئلة بهذا النمر فراح سرعتكم تصور عن كيفية الاسئلة اللي راح تصير وبنفس الوقت كيفية الاجابة لان مثل ما تعرفون اذا هو مجرد اختيار فهذا ما بي مشكلة انه عندك اربع خيارات يعني احد الخيارات يكون اجابة صحيحة وباقي خاطئ تختار الاجابة وينتهي الموضوع بعض الاجابات ما يشترط انه بس تخلي الاجابة لازم تحط شوية آلية او كيفية اختيار هذا الحل ليش اختارت هذا الحل هم تبين لكم فهذه المحاضرة كلش مهمة فيما يخص الجانب المسائل اما الجانب الشرحي فهذا ما بي مشكلة تختار الجالة صحيحة وها هي هذا السبب الاول انها مفيدة السبب الاخر انها المحاضرة مفيدة لان هذه الاسئلة احسان نحط لكم تقريبا خمسين سؤال او اكثر هي رح تكون مثابة مراجعة لكل المحاضرات السابقة لان ما اختصر بس على موضوع هذه المحاضرات الاولى او الثانية لان هاي الاسئلة تشمل جميع المحاضرات السابقة فهي نفس الوقت مراجعة ومن رح نحلها سوية ما نختار بس اقدم هاي الاجارة الصحية نبينكم ليش هاي الاجارة الصحيحة فراح يصير سرد وشرح للمحاضرات عموما زيان نظام اللي جاي نعتمد هسه بمتحانات اكترانية هو نظام MCQ اللي هو يسمونه Multiple Chose Question يختصر بال MCQ سؤال بأربع خيارات تختار الاجارة الصحية هسه طلاب سوية نحاول نبدو السؤال الأول مثل ما نعفون هسه Medium 1 is a glass ال N1 Multi 1.5 and Medium 2 is an Ethyl Alkohol ال N2 1.36 for an angle of incidence of 30 degrees Determine the angle of refraction هذا السؤال الأول يقل لك عندك وسطين الوسط الأول هو glass نوع ومطيق الأنوان اللي هو شنو قلنا هذا الأنوان يمثل core refractive index معامل كسار core قيمته 1 و الوسط الثاني هو أثير الكحول مطي المعامل كسار مالت اللي هو N2 1.36 ومطيق زاوية السقوط هذا angle of incidence of 30 degrees يعني زاوية السقوط الضوء هي 30 درجة أوجد زاوية الانكسار angle of refraction عندك إجابات أربعة طبعا هسا الإجابات ما تقدر تختار مباشرة ما تعرف لازم أكون معادلة وقانون تحقق تحط المطيق موجودة تستنتج زاوية الرفraction أو angle of refraction يلا تختار أنت هسا شون يتبادر الذهنك مجرد أنه قلت لك وسطين قلتك معامل كسار وسط الأول والثاني وقت زاوية السقوط هنا لازم يتبادر ذهنك سنيل low قانون سنيل low الذي هو حيث بإمكانكم الأسفل معامل مكسار وسط الأول في زاوية السقوط تسامين معامل مكسار وسط الثاني في زاوية الامكسار أستنتبrière معامل مكسار وسط الأول الذي هو مدين م刑 몇 قال إلى المكان نزل ها في 36 ثيتة 2 هي الرفراكتف اندكس عفوا سوري Angle of Refraction زاوية الانكساب هسه بكلهم واضحات متوفرة وبحسبها بسيطة راح يسوي انتبه انه تخلي جانب سين ثيتة واحد والبقية الجهة الثانية النوبة حتى تطلع ثيتة 2 تاخذ الى سين انفيرس جل فتطلع ثيتة 2 هي 33 بولد 47 هي هالوجات الصحية فاذا جاكم هيت سؤال يعني بيه مسألة فانت تختار اجابة صحيحة وممكن اخلي لك بوكس بالاسفل تكتب بيه القانون ليستخدامتي حتى عرف انه انت حتى انا عرفت شون اختارت هاي الاجابة على اي اساس واضح طلع ازيان نجي للسؤال الثاني What is the numerical average of the fiber if the angle of acceptance is 15 degree يقول لك شنو الا اي او جد الا اي متى الفايبر اذا channels الا acceptance angle 15 درجة انت مباشرة مادام طلب منك الاي ان اي تحط قانونه قانونه شو يقول الا اي تسعى لنا سين ثيتة اي ثيتة اي هي acceptance angle ومطين هو acceptance angle 15 اخذ سينجل 15 رح يطلع بك شنو 20 هي احد الاجابات تختار طعم ولاحظوا طلاب هاي الخمسين سؤال اللي موجودة هسه اللي نظل highlight بالاصفر هي هاي الاجابة correct answer هو هذا الاجابة الصحيحة فليهذا انا خليت highlight حتى تكون واضحة بالنسبة لكم ازيان حس هذا الثاني من حال ما بي مشكلة نجي للثالث اسيلي كاوبتكال فايبر with core refractive index of 1.5 and the cladding refractive index of 1.47 sorry the critical angle is مطيك 4 خيار المعطاية هسه ش مطيك مطيك الانون ومطيك شنو الانتو يريد منك الكريتكال انجل مثل ما اتعرفون الفايسي اللي هي الكريتكال انجل هي قانوها سين انفيرس انتو على الانون وعندك الانون والانتو متوفرات قسمهم اخذهم سين انفيرس احطلع بك الاجابة الصحيح ثمانية سبعين ونص زيان السؤال الرابع هذا السؤال هو مشابه للسؤال الثالث بس بطريقة مغايرة اريد افهمكم انه كل طريقة كنت تعرف تتعاملوا اياه هو نفس المعنى اثنين هاتنا نطالب منك critical angle بس المنطق السؤال شوية متغير مطيك هنا هناك من الطاق الانون مع المكسار الكور سماه core refractive index اللي كلنا هنعرفوا هاي التسمية معامل المكسار الكور هنا ما قل لك هذا core وهذا اسمه cladding يعني هسه هذا محدد لك core refractive index وهذا شنو cladding يعني هذا انوان هذا انتو هنا ذات باوة الكور عبر عنه شنو transparent material يعني قل لك وسط شفاف معامل الكسار هذا وسط شفاف هو 1.49 واقوماتيريال اخر معامل الكسار 1.46 انت هنا حتى تعرف من الكور ومن الكلادين طلاب مسألتين بسهولة تدرى تعرف من الكور ومن الكلادين المسألة الاولى تخلي بالك هو الكور هو الوسط الناقل لللايت وعادة هذا الوسط الناقل لازم يكون شفاف ياما يكون بلاستيك لازم شفاف حتى ينتقل بالضوء فمجرد انه قل لك transparent material فتخلي بالك انه هذا الكور لانه هذا شفاف وبجزء الناقل للضوء والاخر رح يكون شنو الكلادين هاي طريقة الاولى حتى تشوف من الكور ومن الكاني الطريقة الثانية عدنا قاعدة تقول دائما من الانوان دائما معامل الكسار الكور أكبر من معامل الكسار الكلادين هاي قاعدة ثابتة فيما يخص الاوبتك فايبر فانت تباوع ال 1.49 هي اكبر من 1.46 اذا 1.49 هي شنو الكور رفات الانوان بس هاي حتى تكون عندك تصور هذا شو يريد من عندك بالسؤال يريد منك الفايسي الكريتكال عندك مثل ما قلنا سين انوان انت بعد عرفت من الانوان ومن الانوان تقسمهم تاخذهم سين انوان ستطلع الاجابة ادوان سنتقل للسؤال 5 ومطيك 4 خيارات شنو هذا السؤال؟ مطيك المعامل كسار الماء ومطيك معامل الكسار الماء 1.33 ويريد منك ال volontواان وهي Theta A قانون هشي يقول Theta A هي Sign Inverse Na على Annot هذا قانون نعرفك اللي نحن زيان وقلنا إذا تذكرون إذا كان الوسط هو هواء فالأنوت قيمتها واحد الصير معامل كسار الهواء واحد وقلنا يختزل قانون Sign Inverse Na بس نادي ربارك الموسط مهواء الوسط هو ماء ولهذا الطاني معامل كسار الماء فنجي الان اي مطنيات 2 بالعشرة ومعامل كسار الماء 1.33 أعوض عنها بالأنوت أقسم من آخر Sign Inverse سيطلع عندي Theta A هو خيار B لذلك الخيارات هنا سؤال If the signal power level is 100 ميلي واط So this power in DBM سيكون مطينة 4 خيارة هنا طلاب ملاحظة الكل تعرف أن الباور وحدة قياسة شنو؟ الواط القدرة هي وحدة قياسة الواط لكن بالتعامل بالOptical Cable سوف نتعامل كباورات بوحدة قياسة دي بي ام واضح؟ جيد جينا سواحد يقول شون أميز بين دي بي ام و بين الواط هنا أنا أكوفت فورمولا هي تغير لك من يعني الباور من الواط إلى الدي بي ام فس السؤال هو هذا شنو طلاب مطيق باور بدلالة الواط يقول لك الطنياب بدلالة الدي بي ام القانون هذا الشباب كلكم لازم تحفظونه أن الباور بالدي بي ام يساوي أنه 10 لغارة تم لأساس 10 المن هذا اللغار تم للباور بالواط على 10 اس ناقص 3 انتبهوا طلاب العشرة اس ناقص 3 هاي ثابتة غمن القانون والعشرة لغارة تم لأساس 10 هم ثابتة المتغير أنه عندك هنا الباور بالواط اجيب الباور بس تحوله للواط دير بالك اتقسم هذا الناتج يطلع بالدي بي هس السؤال شو مطيق 100 ملي واط اجي اطبق بالقانون 10 لغارة تم لأساس 10 المن باور بالواط الباور جد مطيني 100 ملي واط احنا قلنا لازم بالواط فالملي يحولها شنو الى واط فأضرب في 10 اس ناقص 3 100 في 10 ناقص حتى تتحول للواط وهي موجودة 10 اس ناقص 3 بالقانون اساسا راح ينحفن ل 10 اس ناقص 3 وهي صاحبته فرح يبقى 10 مضروف في لغارة تم 100 المية هاي 10 لغارة تم 100 المية هاي بعد تعرفون أجزئها هي 10 أس 2 والثين راح ينسحب لني برا واللغارة تم 10 للأساس 10 هي 1 فاثنيا وهنا أنا 10 فاسترى 20 دي بي أم إذن خيار هو بي بالإيجارة الصحية طلاب حفظه هذا القانون هو كيفية تحويل الدي بي أم كيفية تحويل عفوا الواط الى الدي بي أم حتطلع الباور بالدي بي أم أخبط هذا القانون ولا تنسى انه هذا الباست اللي موجود لها الباور لازم يكون بالواط ازيان هنا أنا سؤال رقم سبع سؤال رقم سبع شمطيك قائلك أوبتكال فايبر طولة 300 متر 300 متر أوبتكال فايبر كابول with a bandwidth distance product of 600 ميجا هيرتز كيلو متر determine the bandwidth هسه طلاب هسه واحد يقول هذا الموضوع ما امر علينا أو فاتشي انت انتبه شنو مطيك وش يريد من عندك المطيك يا انتبه لهذا المصطلح bandwidth distance product شنو معناه معناه حاصل الضرب الباندوث والمسافة وذا تبعو حاصة وحدة القياس هي شنو ميجا هيرتز كيلو متر الميجا هيرتز هي شنو وحدة قياس الباندوث والكيلو متر هو شنو وحدة قياس distance فيقل لك هذا الباندوث مالتا 600 ميجا بالكيلو متر اوجد لي الباندوث خلال شقال 300 متر نسبة وتناسب يعني هي واضحة يقل لك إذا كان للكيلو الكيلو متر الواحد الباندوث هو 600 ميجا هيرتز بالكيلو متر اجهد تكون الباندوث ل300 متر راح نسوي قسمة بسيطة 600 ميجا هيرتز كيلو متر على 300 بس انت بيختار طلاب انه انت هذا بير كيلو متر احنا ملقي 300 متر هاي 300 يجب تحولها للكيلو 300 قسم على الالف راح اصدك 3 بالعشرة قسم 600 على 3 بالعشرة لاحظ الكيلو متر راح اصدك 2000 ميجا هيرتز باوع الخيارات اكو 2000 ميجا هيرتز ما اكو هذا الخيار فاش يسوي هاي 2000 ميجا احولها للجيجا تعرف كل 1000 ميجا تعادل 1 جيجا فال2000 ميجا اصدك 2 جيجا اذا خيار هو اجابة 2 جيجا هيرتز واضح ترلا هذا سؤال هم وشابه بس مصطلح اخر قال لك المعطل المتكى بالسؤال هو شنو Bitrate Distance يعني البيتريت ويام المضروب بال Distance وتباوع حسا البيتريت وحس القياسة هاي Gigabits البيتريت مثما عرفوا شنو Gigabits Per Second يعني بت على ثانية وبالنسبة Distance هو كيلو متر اوجد بالخمسة نفس العملية السابقة راح اقول 2 Gigabits كيلو متر بير سكن على اشقد هو رايد للخمسة كيلو متر الكيلو راح يروح زيان 2 على 5 هي 4 بالعشرة فصير 4 بالعشرة Gigabits على Second Per Second ما موجود هنان جيجا لان كلها بالميجا غالبيتها فحول هنال ميجا 4 بالعشرة جيجا حتى حول الميجا اضربها في جيجا في ألف فصير 14 في ألف فصير 400 ميجا بير سكن اذا تكون الإجابة هي C زيان هسا هنا المسال تقريبا خلصنا ما قدنا شي هسا نحاول للمواضع العامة أو الشرح سؤال التاسق The operation of the fiber optic cable is based on the principle of شنو منتك أربا خيارات شنو معنى هذا الكلام يقل لك الكابل الضوئي عمل يعني عمل الكابل الضوئي يعتمد على مبدأ مبدأ عمله شنو مثل ما مبدأ العمل هو reflection منعكاس فالإجابة هي بreflection لأنه أساس أنه لا يتدخل داخل الكور وصير عليه مجموعة انعكاسات حد ما يوصل من source to destination فمبدأ عمل أو أساس عمل ال fiber optic هو شنو reflection زيان سؤال عاش The inner portion of the fiber cable is called زيان يقل لك الجزء الداخلي الفايبر شون يسمونه 100% بدون تفكير يسمو الكور وقلنا الكور هو الجزء الناقل لللايت اللي يكون عادة شفاف وغالبا لا يستخدم glass أو silica glass وبعض الأحيان يستخدم بلاستيك زيان مطيك هو clouding coding inner conductor الإجابة الصحية هدي core زيان السؤال رقم 11 رقم 11 اللي يكون جاء جاء تلاحق فأنت ممكن السؤال بأي صغير يجي تتبع الخيارات المتوفرة عندك تختار الإجابة الصحيحة فممكن بهذه الصغيرة يكون إجابة glass أو بهذه الصغيرة فتقل silica glass or plastic زيان سؤال رقم 13 the core of a fiber optic is surrounded by يعني الكور يقل لك محاط به بشنو مطيخيارات أنتو بعد هو إحنا عدنا شي اسم core عدنا cladding الكور من اسمنا هو بالقلب يصير من اسم core والcladding هو الجزء اللي يحط الكور فإجابة هذا السؤال إن الكور محاط بمن بمادة يقل لك يا مرحلة أو يا درجة ممكن أن الرمل يتحول إلى silica glass يعني مثل ما تعرفون الزجاج مصنوع من الرمل يعني معلومة عامة يقل لك شو وقت يتحول أو يا درجة يمر بها الرمل حتى يكون silicon أو glass مطي هو liquid gas molten hot الإجابة هي c molten molten هنا شو يقصد به مرحلة الانصهار أو مرحلة الإذابة molten يعني منصهر فهي هالدرجة أنه يكون زجاج مصر حتى يكون silicon سؤال 15 The bandwidth of optical fiber شنو شنو مطيك أربع خيارات الإجابة الصحية لازم تعرفوها 900 kHz البان وفي يستخدم بالoptical fiber الشيء الثاني What is the frequency limit of an optical fiber هنا يسأل على التردد يستخدم بالoptical fiber هو عادة يستخدم 40 GHz هذا الرقم حفظوها 40 GHz ممكن يجيب صيغة ثانية سؤال approximately What is the frequency limit of the optical fiber هم تختار 40 GHz سؤال 18 يقل لك The speed of light is منطق أربع خيارات الكل تعرف أنه سرعة الضو جد ثلاثة في عشرة أستثمانية متر على ثانية ونتبهوا للوحدة طلاب كل شوهم من نقول ثلاثة في عشرة أستثمانية الوحدة القياسية متر على ثانية تبعس الإجابات هذه حتم الإجابة هي دي المثل ما أتباع هسا هاي 8 صفارة ثلاثة في عشرة أستثمانية متر على ثانية هاي إجابة صحيح شوف سؤال رقم 19 طلاب هو نفس المعنى بس بصيغة ثانية شو قال لك إنه free space light travel at approximately مطيك أربع خيارات شوف الخيارات هسا الطلاب متأكد أول ما تروح عنهم الخيار دي 3 في 10 9 متر على ثانية لأن هي غلط لأن هي 3 في 10 8 مطيك 300 متر على سكن هاي 188 ألف متر على سكن غلط دي إذا تباعلها 3 بال 10 متر على نانو سكن ليش أجلكم يتبهوا للوحدة إحنا قلنا 3 في 10 8 متر على ثانية قد هنا عندك النانو النانو مثل ما تعرفون هو 10 9 هس إذا أريد أثبت الوحدة هي متر على ثانية هذا المقام عندي نانو سكن النانو عوض عنها 10 9 فصار عدي بالمقام 10 9 أرفعها للبص تتحول إلى 10 9 مناقص 9 يعني بالموجب 10 9 فرح تتصير 3 10 10 9 متر على ثانية 3 10 10 9 هي 3 10 8 إذا إجابة صحية بي فانتبه للإجابات وانتبه للنمط الذي يجي بالسؤال سؤال 20 which of the following is not a major benefit of fiber optic cable يقل لك شنو من ذنة خيارات الأربعة ما تعتبر يعني فائدة رئيسية بالكابل الضوي بمعنى أن الخيارات هي كلها الموجودة هنا كلهم تعتبر فوائد تعتبر من ضمن فوائد الكابل الضوي بس واحدة منهم ما تعتبر فائدة رئيسية مطيق immunity from interference يعني ممانعة أو يعني منع حدوث الانترفيرنس التداخل مطيق excellent data security أنه يصير الـ data مؤمنة lower cost أنه يقلل كلفة والأخير هو no electrical safety problems ذاتباع لهن لماذا اخترنا بي أنه هذا ما يعتبر فائدة رئيسية دعنا نقل ناقشه عدده أنه عدم تداخل البيانات هذا كل شي يعتبر فائدة رئيسية والدليل أنه نظام الـ optical fiber cable رح يكون به عندك شعيرات هذه شعيرات بها أكو single mode و multi mode حتى الملتي mode رح ي الأشعة أو يعني 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 صرع عملية تداخل البيانات البيانات أو داخل الكور بزوايا مختلفة ولهذا ما رح حصر interference لأن أكون angles of incident تختلف من واحد الثاني وصر عمل ترفيكشن إلى آخر فإنه الـ fiber optic cable يعتبر من فوائده أنه ما صرع بيها عملية interference هذا فتش كل يعني رئيس يعتبر الفائد رئيسي فما ممكن تكون غير رئيسي الشيء الثاني security مات البيانات هم يعتبر شيء رئيسي lower cost هم يعتبر فتش رئيسي حس بعض بعض قد يسأل يقول لك كابل ضوئي لوسيز قليلة بي بس من المقابل يكون كوستي مكلف صحي هذا بكلام سيقول لك لماذا يضع lower cost من ضمن الإيجابيات انا قل لك لاذا يصبح lower cost اذا قارن الكابل الضوئي وي الاتصالات ال microwave communication اذا قارن microwave communication وي fiber optic communication شن الفرق قناتي طبعا الـ optic رح يكون مكلف بدون نقاش الـ optic رح يكون مكلف أكثر من الـ microwave communication بس شن الفرق الفرق ان الـ fiber optic سيكون wider bandwidth ما يكون واسع اكثر من قارنة بالmicro ويكون بالمكرويد سيكون بالمكرويد اكثر على خلاف المكرويد او مكرويد communication شنون مثل ما تعرفون كيف رضو اكو شي بسنجل مود ويكون ملتي مود الملتي ممكن انه يسوي انجكشن للليزر بأكثر من bandwidth بأكثر من شعاء بزوايا مختلفة ماكن بها interference فارح اصير عندك bandwidth كلش واسع هذا واحد الشي الثاني هو نفس الكابل الضوئي يحوي علي عدد مو منفرد وانعدد متعدد من الشعيرات اللي هست مشتغل بالعمل يشاف الكابل الضوئي اكو كابل بي 12 شعيرة اكو كابل بي شعيرة كابل بي شعيرة وكو حتى 96 شعيرة زين تتخيل كابل بي 96 شعيرة كل شعيرة منهن اذا مستخدم الملتي مود هم بأكثر من شعيرة شعيرة اذا من الخيارات الاربع طلاب الفائدة التي لا تعتبر رئيسية هي شنو نوع الكترقل سيف تبرون يعني ما مشاكل بالباور والكهرباء فهي ما تعتبر كل مهمة على خلاف البقية تعتبر طوائد مهم زين سؤال 21 مثل ما تعرفون لايت اذا نحلل طيف مالتبي سبع الوان مثل ما تعرفون وكل لون الى طول موجي خاص السؤال يقول اقصر طول موجي شنو الاجاب صح هو بلو اللون الازرق يعتبر اقل الاطوال الموجية لايت زين السؤال رقم 22 the core of an optical fiber cable has a فراخ قبل لا نجاب على هذا السؤال احنا قلنا كقاعدة رئيسية انه الانوام دائما اكبر من انتو يعني الكور of an optical fiber has higher refractive index than cladine يعني الكور الى معامل انكسار اكبر higher من من الكلadine اللي هي القاعدة دائما يكون اكبر من انتو زين سؤال 23 the speed of light in plastic compared to speed of light in air is مطي خيار ذا ربعا يعني جاقي اللي قارنلي سرعة الضوء بالبلاستيك اذا قارن هو سرعة الضوء بالهواء شنو slower faster the same either lower or faster يعني قللك من الاكبر من الاصغر هذا السؤال قبل لا نجرع لهذا السؤال حتى اوضح اكثر اذا سوي سفى التجربة تخلي light قبال عينك راح تشوف انتو الضوء مداشرة مع العلم انو الضوء انتقل العينك عن طريق الهواء الوسط المستخدم هو الهواء زين راح تشوف هذا حال وحده الحالة الثانية تجيب هذا اللي تشغله بس قبل لا تخلي مباشر بعينك تخلي حاجز زجاجي بين عينك وبين light هتهم راح تشوف الضوء بس عن طريق شنو وزجاج الحالة الثالثة تجيب قطع بلاستيك خليه حاجز بينك وبين light انت بالثلاث حالات راح تشوف الضوء بس اذا اردقار من اللي اشوف صورة الضوء صورة واف اكتر حتما اشوف الحال الاولى اللي ما كو يعني الوسط اللي هو الهواء يعني مباشرة اللي عيني راح يكون اوضح المرتبة الثان راح يكون الزجاج من يكون الزجاج حاجز بين وبين light زجاج شفاف راح اشوف بس بأقل وضوح من الحال الاولى اللي ما كو بين وبين light بس الهواء اللي هو وسط الناقل اما اذا انتقل للبلاستيك فرح اشوف الضوء بس بوضوح اقل قياس بالزجاج نرجع السؤال اقل من الهواء اذا فتش بديه واصلا اذا تنتبه بمحاضرة السابقة قلنا انه السرعة من تتغير لانه وسط الاخر راح تتغير اذا من تفسرنا ليش صرع عملية انكسار رفراكشن مثلا اذا ضوء دخل هو بالهواء يدخل بالماء فرح سرعة الهواء السرعة تتغير بالهواء تكون عالي انتوصل ماء السرعة تقل ليش انتغير الوسط وشنو ينتج عنا هذا التغيير ينتج انه عملية انكسار رفراكشن لانتغير السرعة في مباشرة راح تغير المسار يعني فهي الشي بديه يعرفوا انه دائما تغيير السرعة يتغير بتغيير الوسط النتيجة هذا التغيير السرعة ينتج عنا عملية الرفراكشن سرعة الضو بالهواء اعلى سرعة نقطرها السطر يعني خلي بالبالك انه سرعة الضو بالهواء او 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 هي اعلى سرعة اللي هي سرعة ثلاثة في عشر او 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 كل السرعة اللي بعد هذن بلاستيك بالماء دان ينصر اقل من هاي السرعة نجي سؤال 24 شنو ماتيريول could have a refractive index of متكربع خيارات شنو معنى يقلك ماكو مادة الها تحمل معامل كسار اختار منذ الني هوا اللي ما ممكن مادة تكون بها معامل كسار كذا فان جاو هي تسع بالعشرة بس سؤال قبل الله نقول صعب ليش هي تسع بالعشرة خنحل له معامل انكسار اللي هو سمو speed of light in vacuum على speed of light شنو in medium يعني شرعة الضو بالفراغ او هي نفسها بالهواء عليمن على شرعة الضو بالمادة زين احنا اتفقنا انه شرعة الضو بالفراغ او بالهواء هي اعلى شرعة 3 في 10 و 8 اذا حتما هذا بالبسط رح تكون 3 في 10 و 8 هاي ثابت زين المقام رح تصير سرعة الضو ميمن بالوسط اللي انت تختاره حتما سرعة الضو بالهذا الوسط حتما هي اقل من سرعة الضو بالفراغ فمن تحط رقم وتقسم على رقم اقل منه حتما الاجابة شو تكون الناتج هو 1 point something لازم اكبر من واحد ما يقبل اي نقاش يعني تقول 3 على 2 بشي تصير 1 ونص مستحيل تكون واحد الا تقسم 3 على 3 اذا ما دام البسط هو دائما اكبر من المقام وكسر 1 point something زين بحالة واحدة يكون معامل انكسار واحد متعرفوك اللي زين هو معامل انكسار الهواء نفسه اذا كان الوسط هو هو فرح يصير قانون البسط هو 3 في 10 اس و ثمانية اللي هو سرعة الضو بالضاكيون بالهواء والمقام اللي هو سرعة الضو في الوسط اللي هو مختار الوسط هو 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 فرح يزيل هم 3 في 10 اس و ثمانية بسر 3 في 10 اس و ثمانية على 3 في 10 اس و ثمانية فيكون معامل انكسار الهواء بهاي الحالة واحد اذا شنو اطلع نتيجة من هذا الكلام كله انو اقل قيمة لمعامل انكسار هو شقد واحد اللي هي معامل انكسار الهواء اقل قيمة هي واحد زين بعد شنو القيم الموجودة القيم دائما اعلى من واحد لان قلنا نقسم البسط يكون اقل عفونا البسط يكون 3 في 10 معامل الكسار وانت مغمض ما ممكن ان يكون جو الواحد اقل قيمة الى هو واحد فانت سمن تختار من هذه الاجابات حتما تختار D اللي 9 بالعشر لان ما ممكن معامل انكسار يكون اقل من واحد اقل قيمة الى واحد اللي هو معامل الكسار الهواء والبقية دائما 1 point something اذا هاي الاجابة اخترنا يعني لو حاطلك مشرط سعب لو حاطلك 8 بالعشر تختار 8 بالعشر حاطل 5 بالعشر تختار 5 بالعشر اي قيمة جو الواحد ما ممكن اي مادة تكون لها معامل الكسار في هاي القيمة واضح طلال هاي ملا مهمة انه دائما معامل كسار اقل قيمة الى واحد وفهم فوق جيد سؤال رقم 25 The ratio of the speed of light in vacuum and the speed of light in material used شنو هاذا فعن هاذ نفس الحجة التون حجية يقل لك النسبة سرعة الضوء في الفراغ على سرعة الضوء بالوساط شنو هي هي شنو refractive index هي المعامل الكسار اللي قبل شوية شنو اتحجي عنها اذا الاجابة refractive index طبعا هاي الصيغة مهم تيجي باكثر يعني هذا السؤال يمكن يجي اكثر من صيغة الصيغة الثانية هسا السؤال 16 هو نفس السؤال ونفس الاجابة بس الصيغة مختلفة شوية اشجل لك The ratio of the speed of light in air to the speed of light in another substance is called هنا عوض كان ما قال فراغ قال هوا نفس المعنى وإذا ما قال material قال substance substance هو هم كلمة مرادفة أو مرادفة للوسط يعني يعني هنا وسط يقصد بي وهنا المادة فإذا هاي شنو تعتبر refractive index طلاب هسا شوف refractive index هنا وهنا index of refraction طبعا هنا وهنا موجود refractive index هم اختاره فعن هاي الكلمة وهاي الكلمة نفس المعنى شنو فرق بين هنم يعني أطيكم مثال شون تدقون مثلا بصرة university جامعة بصرة بصرة وحد يقول لا ما أقول بصرة university يقول university of بصرة يقدم وآخر فهنا refractive index هنا شقال index of refraction نفس المعنى طلاب إذن هو نفس المعنى هو الإجابة هي معامل انكسار زيان صياغة propagation of light in free space to the velocity propagation of light in free space in given material أخوان أو طلاب هاي الثلاث حالات هي نفس المعنى نفس التعارف بصياغة مختلفة فهنا حرصت أنه خليه ثلاثة حتى بأي وحدة تجيك ما تحتار نفس الكلام يعني منمقي بصياغة مختلفة الإجابة هو refractive index معامل كسار سؤال الرقم 18 هنا مثل التعارف شنو هذا يقل لك إذ the different angle of entry light into optical into an optical fiber when the diameter of the core is many times the wavelength of the light transmitted متخيارات أربعة شوية انتبه للصياغة اللي كاتب لك بها هذا الحاج يقل لك إذ the different angle of entry of light يعني شنو معنى هي زاوية دخول light للoptical fiber أو الزاوية المختلفة اللي يدخل بها الضوء لقطر الكور اللي بي أكثر من طول موجي شنو هذا قبل لها سنجاوب أكو شي أرد أشرح عن الفايبر أوبتك الفايبر أوبتك في طلاب قلنا بنوعين single mode و multi mode سبق وشرحناها بالمحاضرات السابقة شنو single mode وشنو multi mode single mode إذا تلكم قلنا إذا كان الفايبر و single mode رح يكون القطر ما تيكون قليل قياسا بال multi mode هاي واحد اثنيا single mode رح يكون شعاع واحد يعني band width واحد أو wavelength طول موجه واحد one wavelength one rail وبزاوية واحدة يدخل ويوصل سرعة مت propagation هذا single mode المulti mode من اسمه multi mode هذا متعدد الأنمار متعدد شنو أطوال موجي بأكثر يعني multiple شنو wavelength بأطوال موجي متعدد دليش حتى تكون اللي قبل شوحة انه حتى يكون band width واسع يصير شنو شنالات أكثر فما دام multi mode أكثر من شعاع داخل فحتما هاي الأشعاع بتكون multi شنو angle بزوايا مختلفة حتى لا يصير interference إذن مصطلح المود modes الأنمار شنو يجب بالك من أجل مود أو multi mode تخلي بالك أنه أول شي الكل سيكون دائمي ثم كبير مصغير اثنين ستفكر أنه أكثر من شعاع وراح يجب بالك أنه ما دام أكثر من شعاع زوايا مختلفة حتى يصير عمي interference فهذا السؤال يقول أنه زاوية المختلفة لدخول شعاع اللايت بداخل optical fiber when the core is many times وأطوال موجين مختلفة شوية هذا يصب علي عنوان هذه للمود الأنماط راضح طلاب فجاوب سؤال 28 هو B مود سؤال رقم 29 if a mirror is used to reflect light the reflected light angle is فراغ as the incidence angle شنو هذا الكلام طبعا هي إجابة the same بس ليش the same هنا راح أرجعكم محاضرة الأولى من قلنا أكو شي اسمه reflection law اللي هو قانون الانعكاس شنو قانون الانعكاس لا تذكرون قلنا قانون الانعكاس يقول بزاوية السقوط شعاع ساوي انها زاوية انعكاس هذا الشعاع يعني مصر عمت reflection ضوء صاغط على امرأة دخل بزاوية للامرأة وراح ينعكس بزاوية هاي زاوية انعكاس حتما تكون نفس تكون مساوية لزاوية السقوط فالسؤال هو يقول لك if a mirror is used to reflect light عدك مراية مستخدمة لعكس light the reflected light angle is the same as the incident angle يعني زاوية السقوط زاوية انعكاس هذا الضوء لازم تكون شنو نفس زاوية سقوط واضح طلاب فالاجابة هي c the same سؤال 30 what is the specific path the light takes in an optical fiber corresponding to a certain angle and number of reflections طاني هي الاجابة mode بس نشرح شنو الحجة به يقول شنو المسار المحدد اللي take into optic يعني يتخذ الشعاع أو light داخل fiber optic زين to a certain angle and number of reflection الكلام هذا مشافة الكلام اللي قبل شو حجيت عنه انه الملتي موز رح يشكون به عدك عدة مسارات يتخذ هال light حتى يدخل داخل الكور وينتشر به number of reflection فهذا الكلام جاب multi mode لأنه مسار اللي يتخذ اللايت هو هذا النمط سوى كان single أو multi ما دام انه اكباث specific path يتخذ اللايت حتى يدخل وينتشر داخله هذا النمط يسمو المود سؤال 31 when when a beam of light enters one medium from another which quantity will not change السؤال حلو يقولك إذا عندك light beam of light دخل الوسط من وسط آخر شنو الكمية اللي ما رح تتغير أو شنو المصطلح من المصطلح الأربعة اللي ما رح يتغير بعملة انتقال من وسط إلى آخر هنا طلاب هسه الإجابة frequency كل جاء شفوها لون نظل لها بالأصفر بس سؤال لي يش frequency انت شوف خيارات الأربعة وظل تسقط بينهم حتى تعرف الإجابة الصحيحة اكو قاعدة ثابت احنا داما نحشيها كل محاضرة انو السرعة راح قلنا تتغير من وسط إلى آخر والدليل قلنا سرعة الضوء بالهواء أعلى شي بس بقية الأوساط راح تقل وهذا فتش منطقي انو بالفري سبيس أو بالهواء سرعة الضوء ما كو عائق تمشي براحتة لس ميدخل بالواتر اكو هنا صار شنو الوسط تتغير وراح تكون السرعة تقل بالبلاسيك تختلف بالواتر تختلف اي مادة ثانية اذا فانت من قل لك شنو الكوانتيتي اللي ما تتغير فانت من البداية يكون شنو تستبعد الاسبيد تتغير مية بالمية مادة من وسط إلى آخر اكو وسط ينصار فحتما الاسبيد تتغير فاذا سبيد سقطها لانه وش يريد هي اللي ما تتغير بالانتقال من وسط إلى آخر الاسبيد عرفناها تتغير فاستبعد نجي الدايركشن الدايركشن حتما يتغير والدليل انه ظاهرة الرفراكشن الانكسار جاي تحدث ديش الرفراكشن جاي تصير حسا من قلنا أطيتكم مثال انه اكو قلم داخل غلاس ما من الجزء العلوي من القلم تشوفه واضح بان القسم السفلي اللي بداخل الماء راح تشوفه اتجاه بانكسار صاير يعني شنو الدايركشن تغير نفس الكلام بالنسبة للضوء بالضوء هو من مثلا بالهواء إلى فالدايركشن معين مجرد ما يدخل للكور للغلاس راح يصير انكسار شنو هو بندين أوف لايت يعني بقى عندي شغلتين الفريقونسي والويبلينك طبعا هي إجابة الفريقونسي التردد ما يتغير نهائيا زيان هسا أثبتكم ليش الويبلينك يتغير طول الموج احنا بما انه بلنا السرعة السرعة تتغير من انتقال موسط إلى آخر زيان السرعة متتغير زيان هو سؤال سرعة شنو قانون السرعة شنو قانون السرعة الويبلوزيتي إذا تذكرون هو حاصل ضرب التردد في الطول صح سرعة التردد في الطول هنا يا طول هو طول الموج الويبلينك إذن يعني السرعة السبيد هي حاصل ضرب الفريقونسي بالويبلينك مادام السبيد قلنا تغير من انتقال وسط إلى آخر فحتما لازم واحد من ذلك يتغير وبما أنه تردد ثابت فحتما الويبلينك رح يكون متغير إذن من ذلك الأربع خيارات الكمية الكمية المات تغير هي الفريقونسي ومن انتقال موسط آخر فحتما سبيد تغير والطول الموج أيضا يتغير السؤال رقم 23 الإجابة هي الطول الموج لللايت ما إلا علاقة بالقطبية أو استقطاب الموجود بالله بينما يتأثر طول الموجي بالانترفيرنس يتأثر بالديفراكشن الديفراكشن هنا تجي يحيود أو تجي هم انكسار رفلكشن إنعكاس هذا الظواهر يتعلم بالطول الموجي بس نهائيا ما لأي علاقة السؤال رقم 33 يتعلم على Total Internal Reflection طلاب قبل لنجاوب هذا السؤال خلي أذكركم أرجعكم للمحاضرة الأولى من قل هناك Transmission Theory كذلك هناك ثلاث حالات لا يمكن يأتي بها الشعاع الشعاع من دخل الكور هناك ثلاث حالات إذا تذكرون الحال ما نسميناها سميناها Partial Internal Reflection Partial Internal Reflection يعني إنعكاس جزء وشانت بيها إذا ذكروا قلت لكم أكو زاوية يعني نوعا ما إلى قيمة معينة هاي الزاوية المعينة راح تسوي لشنو إنعكاس جزئي Partial Internal Reflection هذا الحال الأولى طعا نهاية ما محبة ما نستخدم كاتصالات يعني حتى استرعمة propagation داخل الكور ما تفيدني هاي البارشيال لأن أكو زاوية تكون قليلة نوعا ما زيان النوع الثاني نوع رقم ثنين يسمونه Critical Angle الزاوية الحارجة شن هاي الزاوية الحارجة هاي الزاوية الحارجة راح تكون أكبر من Partial Reflection هاي واحد ثاني راح تكون زاوية انكسارها تكون قيمتها 90 إذن بالcritical angle هاي زاوية أكبر من Partial هاي واحد اثنين تكون زاوية انكسار 90 واخدنا حالة ثارثة الحالة ثارثة يشي سموها Total Internal Reflection اللي هاي الزاوية سؤال نهاسة 33 هذا السؤال حتى تتم عملية Total Internal Reflection اللي هي أحسن ما يكون العكاس داخلي كلي واليعتمد نظام Optical Cable Fiber Communication كله يعتمد عليه ويجب أن يصنع العكاس كلي هذا حتى يحدث لازم تكون زاوية سقوط الضوء لازم تكون أكبر من Critical Angle أعيد عندنا ثلاث زاوية الزاوية نوعا ما تكون صغيرة تسوي Partial Reflection الزاوية الثانية يسمها Critical Angle تكون أكبر من الأولى والزاوية الثالثة يسمها Total Internal Reflection هي أحسن ما يكون هذا تكون Total Internal Reflection بعض الأحيان يختصرها TIR هذه لازم تكون أكبر من Critical Angle إذن سؤالنا شو يقول Total Internal Reflection Take place if the light strikes the interface at an angle with what relation to the Critical Angle انتبهي السؤال حتش يقول لك Total Internal Reflection شنو يحدث عندما يكون light strike the interface جيد بزاوية معين هاي زاوية السؤال with what relation to Critical Angle هاي زاوية راح يسقط به حتى تحدث Total Internal Reflection شنو علاقتها وإلى Critical Angle مثل ما قلت قبل شوه تكون Greater Than أكبر من فالإجابة هي Greater Than طلاب مو المهم أنه تعرف إجابة Greater Than تحفظها وتدرخها وإن امتحان تحطها كون تعرف أنه Total Internal Reflection حتى يحدث لازم تكون زال السقوط للضوء أكبر من Critical Angle يعني هاي أفهمها كمبدأ عمل سؤال 34 Light Incident on Fibers of Angle فراغ The Acceptance Angle Do Not Propagate into the Fiber هذا شوية انتبهوا لطلاب سؤال 34 قبل لا نجاوب على هذا السؤال أكو مصطلح اسمه Acceptance Angle اللي هي رمزة فيتأي وعدنا قانونه وحليته وغاية مثلة عليهم تعرفون شون تستخدم هو شنو Acceptance Angle عسا إذا ترجم شنو هاي الزاوية المقبولة خنقول أو الزاوية المقبولة خنقول Acceptance Angle هاي من اسمها Acceptance Angle هي أكبر قيمة للزاوية اللي تدخل للفايبر يعني أنت تعتبر هسا عندك Source Mal Laser مصدر للضوء أو اللي هو ينقل هذا الليزر خليه تبطرف الفايبر أوبتيك أريد أنقل Light داخل الكور فأول ما يدخل هذا الليزر هو سوه بالهواء مجرد ما يدخل بداخل الكور فهنا عدنا وسطين وسط هوا وسط ما يسمونه الكور اللي هو الزجاج فهذا الليزر اللي راح يسقط من الهواء ويدخل بالكور لازم يسقط بزاوية ما يجعد أكو زاوية زين هاي الزاوية هي اللي يتمكن أن الضوء يصير عملية Propagation يتقل للطرف الآخر زين هاي الزاوية لها Maximum Value أعلى قيمة هاي الأعلى قيمة اسمها Acceptance Angle اللي هي ما دام هي ضمن ال Range هذا Acceptance Angle أعلى قيمة شي يكون تصير عملية Propagation شغالة والاوبتك يشتغل ويعبر بيانات إذا الزاوية صارت أكبر من Acceptance Angle هنا بعد ما راح يصير أي عملية Propagation يفشل بعد ما يصير فالهذا نسمها Acceptance Angle يعني شنو الزاوية المقبولة اللي يتمشي للPropagation يعني Acceptance Angle هي Maximum Value حتى تكمل لي عملية Propagation بصورة صحية إذا زادت هاي القيمة عن Acceptance Angle شو صير ما راح يصير عندي Propagation نرجع للسؤال Light Incident on the fiber of angle greater than Acceptance Angle do not propagate into the fiber يعني زاوية سقوط الضوء اللي تكون أكبر من Acceptance Angle do not propagate into حسن صار كلام منطق يقول لك إذا كان زاوية سقوط Light أكبر من Acceptance Angle ما راح يصير عملية انتشار للضوء داخل الفابر واضح طلاب فهذا المصطلح معفوز شون ما قلنا Total Intentor Reflection يحدث إلا تكون زاية السقوطة أكبر من Critical Angle هم تحفظ أن Acceptance Angle هي أعلى قيمة ممكن تكون حتى تصير عملية Propagation إذا زاد عن هذا Acceptance Angle ما راح يصير ما كو أي Propagation واضح طلاب زياد سؤال 35 The main benefit of Light Wave Communication over Microwave or any other communication media is يقل لك من الفوائد الرئيسية لاتصالات Light Wave يعني اتصالات الضوئية إذا قارن هوية اتصالات المايكرو أو أي اتصالات أخرى شنن منطق ثلاثة Lower Cost Better Security Wider Bandwidth Freedom from Interference والإجابة بدون Check هو Wider Bandwidth وسبق أن قلت قبل شوية أنه من فوائد استخدام الكيبر ضوئي عندك الباندوث سيكون واسع وهاي امشي بالتصالات كل ما كان باندوث أكبر كل ما قدرت تعبر بيانات أكثر سيحصل عندك channels أكثر وانت أكفت طريقة أنه ما سيحصل عندك interference مثل ما قلنا لدينا Multi Mode وكل مود سيكون إلي زاوية سقوط مختلفة وما صر بأي عملية interference فالإجابة عن سؤال 35 هي C Wider Bandwidth ج سؤال 36 Refraction is the Refraction شنو هو انكسار شنو انكسار مسح شنو الانكسار مثل يتغير انكسر شنو الإجابة صحية Bending أو Bending يعني انحناء واضح Refraction شنو تعريفه Is Abending أو Flight Wave نحن الضوء سبعة وثلاثة وش type of fiber optic cable is most widely used يقول لك يا نوع من انواع fiber optic cable اللي مستخدم بكثرة مثل ما تعرفون احنا عدنا شي نوعين اكو step index وgraded index وش رحنا عنها شنو فرق step على index وهذا كل واحد مننا اكو single mode multi mode اصلا اذا ذكرون ملاحظة graded دائما يجي multi mode ما يجي single mode نهائيا يعني 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 هو شاعب graded هو كل multi mode ما single single زي زيان اذا graded رح single سقط نهائيا شبق عدنا single mode step index multi mode step index multi mode graded انت دائما multi mode اكثر استخدام ليش لان قلنا اساس هو الملتي mode رح يمكنك انه تخلي اكثر من light يعبر اكثر من wavelength وهاي فتش شون قلنا wider band هو فتش رئيسي انه كلما يكون bad month اكبر كلما اثبث شانالات اكثر فاذن خلي ببالك multi mode دائما احسن من single ومعنى step تركيب او صناعته تكون افضل فالمultimode step index هو افضل طريقة او افضل كابل شاعع لاستخدام واضح نجي 13 which of the following is not a common type of fiber optic شنو نوع من الكابلات اللي غير شاعع بزوم نقاش اختار single mode graded index اسطلا هو انقرض محد يستخدم single mode graded يحتبر غير شاعر زيان سؤال 30 which type of fiber optic cable is the best for very high speed data يا نوع من الكابلات اللي يكون كلش اوكي وكل زيان بسرعة ال data بيانات احنا تختار single mode step index سوا تقول ليش من اسم single mode يعني شنو يعني شعاع واحد صاقط شعاع وداخل fiber optic وماشي فتخيل انه عندك مثلا عشر اشعة بزوايا مختلفة وهذا عشر كسة reflection ينعاد الى توصل وبيان شعاع وحصاقط من source destination فحتما راح يكون high speed data فتختار single mode step index زيان 40 which of the following is a disadvantage for plastic fiber optics شنو الشيء سلبي يعتبر اذا استخدمنا plastic fiber optics نطيق عدة خيارات الخيار هو higher losses واذا ذكرون مثال مثال اللي ذكرته انه عندك light ومر بوسط الناقل من light العين كو الهواء وسط ثاني قلنا زجاج ومر بلاستيك فراح شو يكون ذا بالهواء يكون ضوء واضح ما بخسائر بالزجاج رح يكون اقل من الهواء والبلاستيك رح يكون اقل هم كلهم فهنان هسا يقول لك شنو مساوي او سلبيات اذا كان الكور اللي مستخدمين المال fiber optic هو بلاستيك فالإجابة هي c higher losses خسائر اكثر ليش خسائر الضوء إذا تنقل بزجاج رح ينتقل مباشرة يعني كل معدوم يكون بينما إذا بلاستيك العلاقة بالترانسپارنسي يعني شفافية البلاستيك وشفافية زجاج منه أكثر شفافية حت من زجاج شفافيته أكثر من البلاستيك فسلبية أن البلاستيك إذا استخدم سيكون losses أكثر أكبر مقارنة فالإجابة سؤال 40 هو c higher losses 41 the bandwidth of a fiber is limited by الإجابة هي dispersion شباب dispersion هو التشتت التشتت الضوء فيقلك الباندوث يعني محدد أنه ما مفتوح يعني الباندوث إذا تعرف إحنا قلنا قلنا الباندوث إليفد حد ويتوقف بعد ما قدرت زيده هنا يقلك الباندوث يحد من قبل من من الموت لا من طول الموج لا من الفقوانس لا لماذا يحد الباندوث الدسبيرش من اسمه تشتت الضوء فيقلك أنا كباندوث أوسع به حتى يستوعب أكثر أكثر من مود هاي افتهمناها أكثر من طول الموج أوكي منحقق حتى زيد الـ data والشانل بس من توصل المرحلة أنه من أزيد بالباندوث الصرع عندي عملية تشتت الضوء يشتت تصير خربطة عندي بعد ما أقدر أزيد الباندوث فأنا الباندوث أقدر أوسع به لحد مرحلة معينة من نصر عندي الـ توقف فيعتبر الـ المت فالباندوث أو فيبر limited by الـ الـ من الباندوث يحدد من خلال الـ إذا صرت الشتت بعد ما أقدر أوسع الباندوث جابت السؤال 41 هي C 42 fiber bandwidth is generally specified as the شنو الباندوث هو product of a bandwidth and distance حفظوها طلاق يعني كأن ما أدقول حاسب ضرب الباندوث وي distance ويعتبر شنو هذا الباندوث نفسه سؤال 43 reflection in many directions شنو يسمى يعني إذا صار عندك انعكاسات بأكثر من اتجاه هاي ظهر شي سموها مطيك هو dispersion تشتت لا scattering تجي تبدد يعني شي تبدد يعني الضوء يتسبب عم التبد diffraction تجي حيود والأي الإجابة الصحيحة هي diffuse reflection مزي يعني هنا diffuse reflection يعني الانعكاس بكثرة ف الانعكاسات بعدة اتجاهات تعتبر هو diffuse reflection سؤال 44 can be defined us يقول لك الضوء الصاقط شنو نعرفه نعرفه a lie directed toward a service الضوء الصاقط شنو هو الضوء الموجه او رايح بالتجاه شنو surface السطح اي سطح فهو يعتبر الضوء صاقط يعني واضح ما بيش مزي سؤال 45 the term critical angle describes يعني يعني قل لك الضوء الحرج شنو تمثلي او شنو او صف لك قبل لا انجاب السؤال اتخيل هسا بمو خيلتك الكابل اكون بالوسطة شي اسم كور وفوق الكور من الاعلى ومن الاسفل شي اسم كلادينج وجد ضوء دخل داخل الكور مو شبزة ومعينة وصل للنقطة الحد الفاصل بين الكور والكلادينج طلاب بس ويا اتخيل الشكل هذا انه ضوء وصل للخط الفاصل بين الكور وبين الكلادينج هناش راح يصير راح جزء من اللا يتنعكس بداخل الكور اللي هذا internal reflection وجزء راح ينكسر بجهة اللي هو اسمون refraction فالانكسار وين يصير الضوء اللي انكسر يصير بجهة الكلادينج بينما اللي انعكس بداخل الكور زيان الكريتيكال انقل اذا تذكرون قلنا بحالة الكريتيكال انقل راح تكون زاوية الانكسار قيمته تسعين من نصف تسعين بعد هذا اللايت اللي ينكسر كل مرة وين يصير بالجزء العلوي بالكلادينج من نصف تسعين الشعار راح يصير بالخط الفاصل بين كور وبين الكلادينج فيعني اللايت هذا بالجهة الكلادينج نهايلا ما كو اي شعار شعار راح يصير وين بالحد الفاصل يعني ينتقل من الrefractive انما ينزل بجهة الreflection فإجابة يقول لكم من ضمن الخيارات الاربعة تختار C شنو الكريتكال انجل the point at which light has gone from the refractive mode to the refractive mode يعني ينتقل من اللايت من الrefractive mode من نمط الانكسار الى نمط الانعكاس مثلا ما ينزل راح تسعين فرح تنزل للأسفل كالنمط يعني فإجابة السؤال 45 هو C سؤال 46 the three essential type of fiber commonly used today except وحدة نمط مط شنو هذا الحجي أنتو تعرفون طلاب دائما الكور مستخدم glass والcladding الكفر اللي عليه شنو بلاستيك هذا يعني مو بلاستيك يعني مادة يعني ماتيريال معينة بها بلاستيك يعني واضح هذا الكور لأنه لازم الكور يكون زجاج لازم وسط شفاف حتى نقل باللايت والكفر بلاستيك حتى لا يطلع الليت من خارج يعني شن يحافظ عرضه وبالداخل زين هي الماشي الكور glass والcladding بلاستيك حسنا نمط أربع خيارات الخيار الأول شي يقول لك الكور بلاستيك والcladding بلاستيك يعني بلاستيك كور يعني يعني 20 بلاستيك النوع الثاني الكور بلاستيك والcladding الثالث glass بglass الرابع glass الكور بلاستيك لادن فهو يفهم مفترضي لك هناك ثلاث حالات ممكن ان يصير وحالة نهائيا ما صير افترضية الحالات اللي حجيت ممكن ان يتحقق ما عدل حالة بيم مستحيل الصير مستحيل ليش لانهو معاكس نمخلي الكور اللي هو لازم الزجاج هو ملازم هم ممكن ان يصير بلاستيك ممكن سيليكا glass او بلاستيك الكور مخلي بلاستيك والأكلاد مخلي بلاستيك هاي مستحيل الصير يعني ما صير واذا تذكرون انه قلنا كقاعدة انه دائما الانوان تكون اكبر من الانتو بهاي الحالة اذا عكسناها راح تنعكس السالفة راح يصير الانوان اقل من انتو وهذا مستحيل فهاي الحالة يعني بي ما ممكن عمليا ما صير انه الوسط الناقل يصير بلاستيك والوسط اللي يغلف الكور يصير زجاج مستحيل ما صير فاذن جاب السؤال 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 هو السؤال 47 the refractive index number is مطيخ خيارات زين قبل الله نجاب هذا السؤال احنا شنو قلنا refractive هو سرعة الضو بالفاكوم هي 3 في 10 8 على سرعة الضو بالوسط فالاجابة الصحيحة هو شنو a number which compares the transparency of material with that of air يعني هو جاي عرف القانون يعني هو شنو قل لك هي المقارنة ما بين شفافية المادة يعني الوسط إلى قياسا بالهواء مثل ما البصد هو شنو سرعة الضو بالهواء والجو سرعة الضو بالmaterial فالاجابة هي اي بالنسبة السؤال 47 السؤال 48 it is the angle at which the propagation strike the interfere the interface with respect to the normal هذا هو هنا جايحة عن الشعاع الصاقط او عفوا زاوية الشعاع الصاقط شنو هي هي الزاوية اللي بيها شو تكون propagation اللي بيها ينتشر الضو واضح الزاوية اللي انتشر بها الضو يعني هو شنو ال incident angle الزاوية الساقطة اللي بيها الشعاع حتى ينتشر بصير عامة propagation داخل fiber ساعة 40 40 it is the angle formed between propagation and the normal after the ray has entered the second medium يعني هذا الكلام جاي تعرف انه وسط اول وسط ثاني واكو زاوية الشكل انما ينتشر الضوء منتقل من وسط الاخر شي جب بالك هسه اكو وسط ثاني وشكلت زاوية ما بين الوسط مباشرة اش راح يجب بالك زاوية الانكسار لان قلنا احنا منيجي الضوء ساقط داخل الكور ويوصل للمرحلة الحد الفاصل بين الكور ويوصل عن انكسار وقلنا الكسار ليش يحدث لان السرعة الضوء راح تتغير بتغير الوسط فاصف الانكسار فإذا جواب 47 انه زاوية المتشكلة من انتقال الضوء من وسط الاخر هي زاوية الانكسار angle of refraction سؤال 50 the minimum angle of incident at which the light ray may strike the interface of two media and result an angle of refraction of 90 degrees or greater شنو هاي قبل اكثر مرة شارح هذا الموضوع احنا قلنا زاوية الحرجة ذا كون شوك تصير الصير قيمتها 90 وهو جاي يقول لك شنو هاي الزاوية اللي تكون تنتج عنها انو زاوية تنكسار 90 ومباشر بتختار شنو critical angle وهذا طلاب سؤال 51 هذا مهم شوية طلاب نتفهول قبل لا نحك عن السؤال ولا اجاوب علي بس بأعو انا اصد خليت هذا شكل توضيح هذا cable بالوسط core واللي بالاطراف هاشنو cladding هذا هنا هو وهنا اجع laser او light يدخل من الهوا يدخل وين للوسط الثاني اللي هو core glass هذا الضوء الساقط لازم ينزل بزاوية معين هاي الزاوية شنو يسموها acceptance angle اللي هي شنو A وقلنا قبل شوية عرفنا theta A هي الزاوية المقبولة اللي تسمح بانتقال الضوء داخل الكور واذا اجدت زاوية اكبر من هاي الزاوية هسا هذا الزاوية هنا احدها اذا اجدت زاوية اكبر فما رح سر propagation وجعل قبل شوية سؤال وشرح ناري زيان اذن acceptance angle اللي هي theta A هي الزاوية اللي يدخل بها الضوء من الهواء المن بال بس للأسفل ممكن فهذا هسا الزاوية ممكن هذا الضوء يجب من هذا اتجاه فراح شهم تكون هم قيمة theta A هم هي acceptance angle زيان هذا الزاوية الاولى والزاوية الثانية اللي هي نفسها المعاكسة بالاتجاه اذا شوف هستم شكلت لشنو مخروط اللي هو اسمو con زيان احنا اكم مصطرح يمثل لشنو حاصل جمع الزاوية theta A و theta A يعني بمعنى اخر acceptance cone تساوي لنا 2 مضربة في theta A واضح طلاب acceptance cone يجب بالك ان المخروط المخروط هو شنو احنا لدينا هاي زاوية theta A فمن قل لك acceptance cone يعني معناها 2 في theta A يعني ممكن يجيك سؤال يقل لك find acceptance cone شو سوي انت تطلع theta A اللي هي acceptance angle وورا ما تطلعت ضربه في ثنيا ادول هي acceptance cone واضح بينما theta A نفسها بحدها لها اسم غير acceptance angle اسمها شو يسمونه يسموه acceptance cone half angle يعني زاوية مو زاوية المخروط زاوية النصف مخروط وهو فتشي يعني واضح زاوية النصف مخروط زاوية النصف مخروط هي نفسها theta acceptance angle واضح طلاف المصطلحين زيان عفوة سار رسل نرجع للسؤال السؤال يقول the maximum angle in which external light ray may strike the air glass interface and still propagate down the fiber نرجع نفس الموضوع انه قلنا هاي الزاوية يسموه acceptance angle هي تسمح شنو البروبوغيشن واضح فهيقول هاي الزاوية المكسيمم angle اللي من تضرب من air لل glass واللي يبقى البروبوغيشن يستمر شو يسمها طلاب جواب هذا السؤال هو شنو acceptance angle يعني لو موجود بالخيارات شي اسمه acceptance angle شنو تختار انت واضح جواب سؤال 51 هو شنو acceptance angle دورنا هسا ما لقين acceptance angle شنو نختار نختار كلمة مرادة فالacceptance angle اللي هي شنو acceptance cone half angle واضح هي theta a هي نفسه conical half angle او acceptance cone half angle واضح طلعت فالثata a اللي هي acceptance angle ممكن تسممها باسم ثاني اسم acceptance cone half angle اما acceptance cone اذا جاك من امتحان اوجد acceptance cone فلازم نطلع theta theta a اللي هي acceptance angle تضربها في 2 اذا acceptance cone هذا المخروط اللي يساوي 2 في theta a نجي السؤال 52 the higher the index number هو شنو الاجابة the lower the speed of right اذا واحد قول لي اش index number the higher index انا ايخصد بالمعامل الكسار refractive index معامل الكسار شنو قانونه سرعة تضب الوكيوم على الميديوم واضح زين كل ما كان الرفractive index عالي حتى يكون عالي لازم شنو شي صير انه اكو بسط ومقام لو البسط يزيد حتى هاي قيمة تزداد او المقام يقل حتى يزيد بما ان البسط هو ثابت 3 في 10 8 ثابت هذا ما يتغير نهائيا فمعامل الكسار حتى يزيد فحتما لازم المقام يقل حتى يزيد هذا الرقام للمعامل الكسار لازم المقام يقل باعتبار البسط ما يزيد لانه ثابت 3 في 10 8 إذن فالسؤال اذا هاي الرقم العالي شنو معنى يعني ادل ادل سبيد او لايت هنا يقصد سبيد او لايت يعني سرعة تضو ايه بالميديوم بمعنى اذا كان معامل انكسار يكون عالي فيقاب لشنو انو يكون سرعة الضو بالميديوم رح يكون اقل باعتبار علاقة عكسية رحص سؤال ثلاثة وخمسة ذات يقول لك سنجل مو و ملتي مو كوصف شنو ارد اوصف اجابة المصطلح يمثل كل مو كم طول موج يمكن يدعم فالسنجل مو يمثل طول موج واحد بينما ملتي مو ملتبل ويب سرعة اربعة خمسة يقول مسار واحد من نظة و ممكن اني يحدث به هو هذا هو السنجل مو اللي قبل شو احجي نعلم سؤال 55 more than one bath for light to take down the fiber اكثر من مسار اذا هذا هو الملتي مو طلاب هاي خمسة وخمسين سؤال اشوف كل مفيد هس احنا تدر مراجعنا كل المادة من اول محاضرة لحد هذي مراجعة كافية وشافية لكل المواضيع سواء على مستوى المسائل سواء على مستوى الشرح وانت انا اشوف هذا الفيديو اللي يعني تابعة بتركيز رح اصير عندها معلومات كاملة ويفهم معنى الاتصالات الوضوئية يعني مو درخ ما يصير بهدرخ تفهم مبدأ العمل شو ما يجيك سؤال رح تجاوب فاللي أرد منكم طلاب هذا 55 سؤال تفهموه وليس اني درقوه وهي هاي يعني طريقة الاسئلة رح تجيكم بالامتحان سواء كوزات يعني كسعي او حتى الفاينل يعني اوكي طلاب انا اشكركم وان شاء الله نحاول نشوفكم المحاضرة جديدة ان شاء الله وملاحظة طلاب انه الواجبات البيتية اللي جزه لكم حاولوا يعني اجابوه لان صراحة